زي ما تابعنا مبارح ومع انطلاق المؤتمر الاقتصادي اتكلم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن الاقتصاد الأخضر أهمية التحول للاقتصاد الدائري مسألة مراعاة الاستدامة البيئية في المشاريع القومية والخاصة ودور ده في مواجهة ظاهر التغيرات المناخية اللي بيعاني منها الكوكب خاصة أنه احنا بنستعد لإستضافة مؤتمر المناخ الشهر القادم في شرم الشيخ قلينا نتعرف أكتر على مفهوم الاقتصاد الأخضر ايه المشاريع الخضراء من الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجمعة إزة أزي صباح الخير على خضراتك صباح الخير دكتور يعني ببساطة نقول للناس يعني ايه منتجات صديقة للبيئة يعني ايه فكرة الاقتصاد الأخضر الحقيقة طبعا احنا في السنوات الخمسين سنة الأخيرة بدأنا نستشعر في تلوث بيئي تلوث بيئي ده مفهوم شامل قوي لكن ليه محاور وليه سلبيات من ضمن السلبيات دي عشان نتكلم عن المناخ الأخضر السلبيات دي تأثير على الصحة تأثير على الزراعة تأثير على الدواء تأثير على الري تأثير على كل مناح الحياة تأثير على الاقتصاد نفسه يعني النهاردة لما تيجي تحصل إعصار يضرب دولة ما بيأثر على البنية التحتية بالدمار محتاجة إعادة بناء للبنية التحتية محتاجة طبعا بيقتل آلاف المواطنين يعني الأموال اللي بتكسبها من الصناعة اللي هي بتقوم بعمل تأغيرات وتأثيرات مناخية ضرّة بتتفعيها تاني نتجة للإعصارات والأضرار للناتج عشان تعمري عشان تعملي تنمية عشان طب بس الألاف اللي بيقتلوا دور جراء الظواهر الجوية وبالتالي كان السبب هو أن المنظمة العالمية للصلاة الجوية وجدت اللازم يكون فيه دراسة وتسجيل لبيانات المناخ فوجدوا أنه فيه ارتفاع في نسب غازات الكربون وبالتالي غازات الكربون هي العنصر الأساسي المسبب لهذا التلوث بيئي الناتج عن النشاط البشري طيب إذن إحنا عشان نتعافى من هذه الأمور أو نقي أنفسنا بقدر الإمكان ظهر الجوية محدد يقدر يمنحها يعني لما يكون فيه أعصار محدد يقدر يمنع الأعصار لكن كل الفكرة إيه؟ التخفيف من الأعصار حدت هذه الأعصار طيب لما يكون فيه موجات سديدة الحرارة نعمل إيه؟ إن إحنا هنقعد في البيت إذن مش نقعد في البيت ما نقعد خالص يعني لا يعني أحتمي في وقت ارتفاع درجة الحرارة وكذا تكيف تكيف إذن هذه الأمور محتاجة إن إحنا لابد أن نستخدم طاقة جديدة نظيفة صديقة للبيئة ونقلل من استخدامنا بل نمنع من استخدامنا من طاقة الوقود الأحفوري اللي هي السبب الأساسي فاستخدامنا لطاقة نظيفة جديدة ده يعني مناخ أخضر عظيم جدا كده حالك دخلتنا نتكلم عن الصورات الصناعية دلوقتي طيب إحنا كنا زمان كانت الصورات الصناعية بتتم على فترات متبعدة قوي يعني مئات السنين نشاط على الصورة الصناعية دلوقتي الصورات الصناعية متلاحقة وراء بعضها ودي طبعا ضرورة كنا أنا في احتياج لها تكنولوجيا حديثة مظبوط لكن على الجانب الآخر زي ودنا الإمبعاثات طيب إزي نرجع بالمصانع دي مرة تانية عشان تكون مخفضة للإمبعاثات لا ده أنا هقولها غير كده كمان إحنا الأول مثلا يعني هنقول من خمسين سنة كان تعداد السكان العالم كام والمهاردة تعداد سكان العالم كام كان احتياجات العالم من الصناعة قد إيه والمهاردة احتياجات قد إيه إذن في تزايد في السكان إذن في تزايد في الاحتياجات العالمية تزايد في كل الأمور طب إحنا عشان نرجع استحالها نرجع للوضع الطبيعي اللي كان مثلا من 150 سنة تهتاد العالم لا يتجاوز 2 مليار نهاردة احنا فوق 8 مليار في العالم وبالتالي الصناعة بدأت تكنولوجيا حديثة الدول عندها طموحات كبيرة في تنمية مستدامة تنمية اقتصادية طب احنا عشان نرجع على الاقل هنقول نوقف مش نرجع نوقف ونقف عند هذا الحد ما يبقاش فيه زيادة ما يبقاش فيه مشاكل رايبة ما يبقاش فيه كوارث طبيعية مدمرة على كرة الارضية يبقى لازم نستخدم طاقة صديقة نعمل مشاريع خضراء نعمل اتساع للمساحة الخضراء ليه للمساحة الخضراء احنا دائما بيكلم المناخ الأخضر والمساحة الخضراء لان هي الأساس في الحياة احنا بنتنفس ايه اكسوجين طب الاكسوجين ده بييجي منين مع عملية البناء الضوئي الناتجع عن النباتات والمسطحات الخضراء طيب عشان احنا احنا فيه زيادة في نسبة الاكسوجين وفيه تقليل في نسبة الغازات الثانية لازم نكون هناك مساحة خضراء كبيرة جدا 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 وبالتالي المشاريع اللي بتنفذ على مستوى العالم بتختلف من دولة لدولة يعني احنا انا هتكلم عن جمهورية مصر العرب احنا في مصر عملنا ايه في مسألة الاقتصاد الاغدر واحنا بنستضيف الشهر القادم زي محضرتك اكيد انا حط اولويات اول كان قانون تجريم البناء فوق الاراضي الزراعية ده اكيد اول حاجة احنا ميكون عندنا اراضي الزراعية بالملايين ويتم التعدي عليها فطبعا التعدي عليها وتجريفها والبناء فوقها ده قلل من حاجتين من غازات الاكسوجين وزود غازات الاحتباس الحالي سانيكسي الكربون وفي نفس الوقت اتدمر برضو كثير من الاغذية الصمار الانواعنا كثير من الاغذية اذا احنا النهاردة التكلفة بقى عشان نعمل بدائل في الصحراء ونعمل اراضي الزراعية واستحاد خضراء دي محتاجة تمويل كبير جدا محتاجة استثمارات كبيرة جدا من الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام اذا لازم يكون تضافر كل الجهات مجتمعة مع بعضها من اجل بناء دولة بها مناخ اخضر صديقة للبيئة يعيش فيها الانسان بكيان مستريح حتى ينتج وهنا النهاردة لو انا مش مستريح صحيح مش هنتج وبالتالي انا الرحة بتاعتها تجي منين ان انا مصح الصبح الاقي جنين خضراء كده الاقي وانا رايح العمل بتاعي بركب مواصلة مريحة الاقي المواصلة اللي كنت بركبها من خمسين سنة باخد فيها ثلاث ساعات باخدها في نصف ساعة صحيحات كويسة كمان اذا كل هذه المشاريع بتقدم التنمية الاقتصادية تنمية الاقتصادية عن ايه دي اهداف ان انا اقضي على الجهد اقضي على يكون فيه مساواة برضو نزود فرص التعليم المشاريع دي كلها بتتكامل مع بعضيها وفي النهاية بنصل الى المناخ الاخر طيب عظيم دكتور هايح ديك قلت انه صعب ان احنا نرجع بهذه المصانع مرة تانية لما كانت عليها قبل كده مخفضة للانبعاسات طب معليش السؤال هل ممكن هذه المصانع انها تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة ولا صعب طبعا طبعا بس محتاجة تمويل اقتصادي كبير يعني على سبيل المثال الكهرباء كانت بتستخدم وقتاقة الوقود الاحفوري كان يعتبر رخيص بالنسبة للطاقات الجديدة طاقات جديدة يعني انا عاوز انهاردة انشئ مصنع عشان ينتج لي غاز الهايدروجيني الاخضر جهاز صديق للبيئة يستخدم في الطاقة هي ده المصنع ده مش محتاج تمويل اقتصادي هذا المصنع مش محتاج تكنولوجيا حديثة مليارات الدولارات كمان بالضبط كده طب هذا المصنع هيشغل عماله هيبقى فيه تنمية مستدامة هينتج لي على المدى القريب وصدف منه على المدى البعيد وهكذا اذا هناك مشاريع فيه تنمية مستدامة بتخدم هذا الوضع وتخدم المناخ الأخضر اما نجي مثلا نتكلم عن طاقة الرياح النهاردة موجودة طاقة الرياح ومصر بتستخدمها ولكن انتاجها من الطاقة القربية قليل لان الرياح عندنا احنا بننشي محطات الرياح فين مثلا في الاماكن اللي هي فيها رياح عالية زي الدردقة زي سفاجة هذه المناطق طاقة الشمسية احنا ربنا منع دينا في مصر والمنطقة العربية بنكبر نسبة اشعاع شمسي على مدار العام وبالتالي هنا بقى احنا ممكن نزود من المساحات المنتجة للكهرباء ولذلك الدولة اللي بتتجه النهاردة في زيادة استخدام الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء ده شيء ايجابي جدا 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 النهاردة لما نرسف طرق علشان الموسطة اللي حضرتك بتركبها من مسبير ورايح مطار القهيرة كنت بتاخدها في ساعتين انت النهاردة بتاخدها في ربع ساعة لتمهيد للطرق ده وفر طاقة حتى لو احنا بيستخدم طاقة وقود وحفوري بدل ما كنت السيارة بتاخد ساعتين وتستهلك خمسة لتل البنزيم او سبعة لتل البنزيم ده النهاردة النص لتل ممكن توصل ايذن هي استثمارات منتجة في الاخر ايجابية لراحة الانسان طيب يا دكتور ازاي المنتج يكون صديق للبيئة احنا صديق للبيئة باستخدامنا ليه يعني انا النهاردة مثلا لما كنا بنتكلم في شهر 11 لمستهزة التوقيت وشهر اخر شهر 10 موسم حصاد الارز كان فيه اش الرز ده كان الزراع عم بيعمله يتحرك بيقوم بقود كابريت وفي الارض كده وكان عنده ثقافة انه اه ده محرق الاش الرز ده في الارض هيبقى سمد عضوي موجود فيها هينتج لي كويس لكن هو في زاوية تانية ما كانش يواخد بياله منها ان ده بيتسبب في سحابة سوداء هذه السحابة السوداء بتأذي حضرتك وبتأذي الاستاذ وبتأذيني وبتأذي كل الناس بتأذيه هو كمان وبالتالي النهاردة لما اتجهت الدولة لاستفادة وتعظيم هذه المنتجات بقت تدور هذه الشرزة بيتم تدويره وينتج منه طبعا الدولة بتستخدمه في انتاج الورق وما الى ذلك علف مواشي مشروعات التدوير دي مقدر نقول عليها مشروعات خضراء طبعا النهاردة يعني انا النهاردة لما اكون مثلا بتستخدم كياس البلاستيك بسهولة جامدة جدا وانا بشتري حاجة ألاقي الراجل بتديني كيس واثنين وثلاثة لخد احتياط معاك ده مش ميزة هالكياس دي تصنحها مضرة جدا لانها بتدنها محتفظة بيها لو حطتها ودفنتها في بطن الارض ما بتحللش وبالتالي بتبقى طاقة سلبية يعني على الوقت تؤذي وتسبب في امراض وامراض قد تنتشر يعني كثير جدا يعني مثلا الامطار اللي بتسقط هذه الامطار عندما تسقط في مناطق غير اهلة بالسكان او اهلة بالسكان ولكن مناطق جبلية وتتراكم هذه الامطار انا ما استفدتش منها حرب المطر قادمة لان ندرة الامطار هتكون موجودة وبالتالي الحياة مطلوب منها واللي مأثر على برضو الامطار يا دكتور هي اتغارة المناخية ازاي المشروعات الخضراء اللي بتراعي معايير البقية تكون مشروعات نكحة وازاي ده يصل لرجال الاعمال ومجتمع المستثمرين الحقيقة ان المشاريع طبعا اي مستثمر عاوز يكسب زي ما قال سيد السفير ده لازم هيكسب واحنا هنكسب ليه هنكسب احنا في الاول والاخر احنا يهمنا حياة المواطن حياة كريمة حياة مريحة ما يبقاش فيه معاناة اي نعم فيه معاناة فيه تنفيذ هذين مشاريع لانها محتاجة تمويل اقتصادي والمستثمر هيجي يحط فلوسه عاوز يكسب وبالتالي هنا لازم تكون مشاريع قابلة للتنفيذ التوقيت لازم يكون مناسب جدا يعني ممكن يتخذ قرار فيه توقيت غير مناسب وبالتالي ما يكونش ليه اهمية لكن اهمية هذه المشاريع في ظل هذه الفترات العصيبة من العالم اللي بيصور كوارث طبيعية لا ده مهمة جدا النهاردة العالم كله بتكلم عن المناخ الأخضر النهاردة العالم كله بتكلم عن الطاقة البديلة أي نعم الظروف السياسية والاقتصادية لها تأثير كبير جدا ولها سلبيات لكن الإيجابيات موجودة النهاردة الحفاظ على البيئة الحفاظ على البيئة من أجل حياة الإنسان وبالتالي هذه المشاريع الاستثمارية اللي هيختار منها أفضل هذه المشاريع لازم تكون المشاريع يتم تنفيذها على أرض الواقع وكمان في نفس الوقت هتبقى تنمية للبلد النهاردة أنا محتاج تنمية محتاج تشغيل شباب وبالتالي هذه المشاريع هتحتاج تشغيل شباب محتاجة نظافة بقية عشان الوقاية الصحية يعني النهاردة كنا نتكلم عن 100 مليون صراع 100 مليون شجرة المية مليون شجرة دي زي ما قلنا بتدينا مساحة خضراء كبيرة جدا ارتياحية في نفس الوقت كنا نتكلم عن الأمراض المرض زي المرض الكبد الوبائي اللي كان منتشر احنا صرفنا كام مليون عليه فلما يبقى فيه بيئة صالحة نظيفة صديقة للبيئة مش هيحصل هذا الكلام بنفس القادر نعمل أمراضات موجودة ولكن نسب انتشارها مش هتبقى ظاهرة النهاردة لما يبقى فيه خلل في منظومة الغلاف الجوي بسبب الإنبعاثات الكربونية في طبقة الإيزون هيحدث زيادة في نسبة الإشعاع الفوق بنفسجية اللي هيجا من الشمس وبالتالي هينزل على الأرض أشعاع فوق بنفسجية بكميات كبيرة هيكون لها ضرر على الأمراض الصحية والأمراض السرطانية وهكذا لما يبقى فيه النهاردة تنمية فيه استصلاح بهذه المشاريع الخضراء المناسبة للإنسان وللحكومة لازم يكون بقى فيه مساهمات من القطاع الخاص والقطاع العام علشان نقول لهم اكسبوا بس في نفس الوقت الديني مناخ أخضر الديني انتاجية الديني تطوير للدولة الدولة جديدة محتاجة تطوير كبير جدا محتاجة ملايين بل مليارات الدولارات فبالتالي هذه المشاريع الخضراء لا هي صالحة واحتياج لها وده كمان عشان يبقى قبل مؤتمر كوب 27 ان احنا كدولة مستضيفة لهذا المؤتمر العالمي احنا نفذنا مشاريع واحد اتنين تلاتة اربعة ونتج عندنا تعالى النهاردة اللي هينزل شرمشيخ النهاردة ما يلاقي الأوتوبيسات الخضراء المستخدمة للطاقة الكهربائية الطاقة نظيفة صديقة للبيئة مساحات خضراء مسطحات مائية مناسبة مدينة يعني مدينة مؤتمرات دكتور علي هذه المشروعات اللي كنا بنتكلم عنها اللي موجودة في المبادرة الوطنية اللي قلنا هيصفه على 162 مشروع اللي عرفتوا ان هذه المشاريع بتوافق متطلبات المحافظات يعني هم كل محافظة كانت بتشوف احتياجاتها وكانوا بيقاملوا هذه المشاريع على احتياجات هذه المحافظات فهم هينفعوا نفسهم في هذه المحافظات وبالتأكيد هينفعوا مصر لكن كان سؤال لحضرتك هل ما يقف أمامنا وهل التحديات اللي بتقف قدامنا في مثل هذه المشروعات هي التمويل فقط لا طبعا الحكومة هتبدي هذه المشروعات وتساهم بهذه المشروعات والمستثمرين هيجوا لكن يبقى نقطة النهاردة اللي بينفذ هذه المشاريع المواطن المصري على المواطن المصري بقى أن يعي بهذه المشاريع وأهمية هذه المشاريع وإن عدم وجود مثل هذه المشاريع ليه سلبيات وهتضر بالإنسان وبالتالي أنا محتاج المرونة مني محتاج أننا النهاردة يعني مثلا مؤتمر كوب 27 ده أنا أتكلم عن نقطة صغيرة ده مؤتمر يحقد في مدينة سياحية مدينة تجلب سياح العالم كلها بجميع طواقفها ومختلف مستوياتها لهذه المدينة وزارة السياحة يجب أن تعد مشاريع سياحية لهؤلاء الوفود القادمة إلى مدينة السلام شرم الشيخ أيضا الدخول إلى مدينة شرم الشيخ بيأتي من شرم الشيخ نفسها النهاردة لو أنا في القاهرة ورايح هذا المؤتمر أنا كمواطن من خارج جمهورية مصر العربية محتاج أن الطريق يكون مماهد والحمد لله الطرق مبقت مماهدة جدا وفي نفس الوقت مرونة من كافة المواطنين من الأمن من المواطن العادي من مستخدم السيارات التاكسي من كل هذه في لودة المنتج السياحي المقدم للجايش طبعا أنا بسهل لي على أنه ده هيجلب لي سياحة كبيرة جدا وسياحة تزود الدخل هي أصلا سياحة المؤتمرات موجودة ما هي بقى محتاجة من المواطن التحبيش هدية بقى أن المواطن يكون مواطن صادق مع نفسه صادق أولا صادق مع نفسه صادق مع نفسه هيسهل أموره كتير جدا 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 وبالتالي هيؤثر على المستخدم لهذه المشاريع إذن هذه المشاريع هتساهم بقدر كبير جدا جدا في تنمية مستدامة في جلب سياحة وزياد الدخل قوم للدولة في راحة الإنسان أنا النهاردة لما يكون مستريح ونجاي النهاردة في مترو وسيلة مريحة في زمن قصير في فترة زمنية تساهم تديني انتاجية هنتج هتكلم وانا عندي مصداقية لكن النهاردة لما جا نتكلم كلام على الوراء ولا زي مثلا من 30 سنة كان ميدان رمسيس ده عشان تدخل فيه مشكلة كبيرة جدا النهاردة فيه سهولة ولكن برضو فيه المزال لسه وهي ده ان الحاجات دي بتبقى موجودة انه سواء مكروبس يقف في نصف الطريق انه يستخدم سيارة قديمة يبقى هنا رجال المرور مشكورين وده أنا بشكرهم طبعا انه لما سيارة تكون تخرج عوادن سيارات لا تسحب رخصتها لغاية لما ييجي تتعمل فحص بيها والفحص ده يديني سيارة بديلة لان موجود البدائل ولكن احيانا المواطن بيستسل اي نعم فيه موجود البدائل يا دكتور على المواطن وموجود المبادرة مدي على الحكومة لكن هنتحمل في مقابل ان احنا بنتقدم وعاوزين نتطور ونعيش زي الدول العظمة مع عيشة الدول المتقدمة بتتكيف مع الامور الجديدة وتكنولوجيا حديثة كل شكرا لك يا فاندم نشكر حضرك شكرا جزيلا دكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزأزيق شرفتنا ونورتان شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا